نروح لخبر خاصة كمان الحقيقة يعني العالم كله بيترقب اجراء الانتخابات الامريكية ربما البعض بيتحدث انها ممكن تكون وسيلة للخروج من ما يحدث في منطقة الشرق الاوسط تهدئة الاوضاع اجراء الهدنة واتمام المفاوضات بدء المراحل الخاصة اللي اعلن عنها جو بايدن والبعض الاخر بيتحدث ان هي السياسة الامريكية واضحة لكن خلونا نقول لحضرتكم ان العنوان الرئيسي اللي بيسيطر على معظم الصحف العالمية من ينتصر في المناظرة الرئاسية الثانية بين دونالد ترامب وكمالا هارس بعد انسحاب جو بايدن من السباق الرئاسي بعد مناظرة حسبت تأليل ترامب في يونيو الماضي مع كثير من العثارات التي قام بها بايدن وكثير من الملاحظات ادت لانسحاب بايدن من السباق الرئاسي رشح الحزب الديمقراطي كامالا هارس لخوض سباق الانتخابات وكان هناك الكثير من الملاحظات ولكنها استطاعت في غضون ايام ان تجمع الكثير من التبرعات ربما فقط ما جمعته حملة ترامب وهنا يطرح السؤال من هو المرشح الذي سوف يتقدم في استطلاعات الرأي الحقيقة نجو بايدن كان يتخلف كثيرا عن ترامب في استطلاعات رأي الناخبين على المستوى الوطني وفي العديد من الولايات المتأرجحة لكن منظمة ريالا كلير بوليتيكس قالت ان هارس اصبحت اكتر شعبية من ترامب بفارق 1.9 نقطة اعتبارا من 3 سبتمبر ومع ذلك نذكر ان هيلاري كلينتون تقدمت بخمس نقاط ولكنها خسرت الانتخابات امام ترامب هناك اجماع بين المحللين السياسيين على ان الفارق في نتائج الانتخابات قد يكون محدودا للغاية بين المرشحي ولكن يعني عودة مرة اخرى للمناظرة والتي ستجرى يوم الثلاثاء المقبل بين دونالد ترامب وكمال هارس وتبسع على نطاق وسع عبر شاشات التلفزيون ربما سيكون لذلك اثرا كبيرا على اتخاذ قرار الامريكيين بالتصويت لأيا من المرشحين المناظرة بتستمر لمدة 90 دقيقة بينها فواصل اعلانية هي محددة بحدود زمنية صارمة بيتمنح المرشح دقيقتين للاجابة على الاسئلة ودقيقتين لتفنيد حجج المنافس بيكتم صوت ميكروفون كل مرشح عندما يتحدث منافسه كانت هارس قد طلبت ان تظل الميكروفونات تعمل طوال الوقت لكنها في النهاية وافقت على قاعدة كتم الصوت الحقيقة ان المناظرة المرتقبة هي بتعد اول لقاء ما بين ترامب و هارس لان حتى في تسليم الرئاسة لجو بايدن في 2020 لم يحضر ترامب وبالتالي لم يرى كاملا هارس مواقع الدولية اهتمت بهذا الموضوع فكتب موقع بي بي سي الانتخابات الرئيسية الامريكية 2024 دونالد ترامب ام كاملا هارس من يستفيد اكثر من المناظرات موقع العين الاميراتية كتب مناظرات الثلاثاء معفكر مغلق لهارس و ترامب لا يبالي كتب كمان موقع الحرة هل تغير مناظرة نتيجة السباق نحو البيت الابيض الانظار تتوجه نحو العاشر من سبتمبر هل تكون مناظرة هارس و ترامب الاولى مواجهة حاسمة جديدة في سباق الانتخابات الامريكية عن الاستعدادات الحقيقة للمناظرة وكيف يستعد المنافسين او المرشحين للبيت الابيض ربما الصحف تحدثت على ان هارس بتستعد للمناظرة في فندق ربما بعيد يتمتع بالهدوء حتى تتمكن من التركيز على تحسين الاجابات على الاسئلة اللي هيتم القاءها عليها وفيما يتعلق ربما هي بتتوقع انها تتعلق بسياستها وهي مهتمة جدا وفرقها معاها في الفندق ومعاها كمان المستشارين بتوعها ربما احدهما من كان يعمل مع هيلري كلانتون في الانتخابات الرئاسية التي كانت امام ترامب ترامب نفسه قال في حديث له على قناة فوكس نيوز حديث حول المناظرة انه يمكنه الدخول بأي استراتيجية عليك فقط ان تتكيف مع ما يحدث في المناظرة واقتبس ترامب عبارة للملاكم مايك تايسون وقال ان الجميع لديهم خطة حتى يتلقوا ضربة في الوجه العالم بيترقب يوم الثلاثاء في انتظار من سيربح المناظرة ويحصل على اصوات الناخبين ويحدث فارق في الانتخابات الرئاسية في هذه المناظرة تحديدا هي المناظرة الثانية للانتخابات الرئاسية الامريكية يبقى السؤال هيدم الاجابة عليه يوم الثلاث ان شاء الله الساعة تسعة بتوقيت امريكا ربما هي فجر الاربع عندنا في مصر وهنتبعها مع حضراتكم من خلال صالة التحرير